اهلا و سهلا بخضراتكم و عودنا مرة اخرى والفلبين الفلبين الحكاية انه لما الزعيم الفلبيني زار الخارجية المصرية سنة 48 قالولو احنا هنند اتصال للامام الاكبر شيخ الازهر شيخ مصطفى المراغي و هننسق و ده الجهة المصرية اللي هتقدر تقوم بهذا الامر و تفضل بزيارة فضيلة الامام فتوجه الزعيم الفلبيني الكبير الى مشيخة الازهر و التقى الامام الاكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي و تحدث معه في التفاصيل و طلب منه ان يقع الاختيار على خيرة الاساتذة لنشر العلم و الدين بين مسلم الفلبين كما زار ايضا رئيس المحكمة الشرعية العليا للوقوف على نظم القضاء و تطبيقها كما زار وزارة الاوقاف للاطلاع على ادارة الاوقاف و زار ايضا الديوان الملكي حتى يطلع على يعني ينسق مع الجهات الرسمية في مصر بهذه البعثة و ابدى ترحيب حكومته باستقبال خمسمائة مهاجر من المصريين يعني احنا مستعدين نستقبل عمالة في فنون حياتية مختلفة احنا مستعدين نوظف عندنا مهندسيين و مستعدين نوظف اساتزة و مستعدين نوظف خبرات مختلفة البلد عندنا بيتبني و محتاج ان احنا ناخد خبرات مصرية فكمان بجوار اننا محتاج مبعوثين علميين لشؤون الاسلامية انا بقول للدولة المصرية ادونا خمسمائة يعني خبرة من الخبرات و احنا نرحب بيهم و نبزل لهم الاجور اللائقة و يبنوا البنية التحتية عندنا في البلد يبقى التعامل كان اعمق من كده بكتير كمان كانت مصر هي خزانة الارض المقصد الذي يلجأ اليه ليس فقط في الشأن الديني بل في الشأن العمراني في بنية المؤسسات يعني هل معزلة بلغة السوق يعني السلعة بترويك سلعة تانية طبعا و الكل يشكل معا مجموع من النجاح مش بس لي الجهة الدينية فقط في مصر طيب قررت مشيخة الازهر الشريف ايفاد الاستاذين عبدالغني سندنج ومعه الباحث المصري محمد طاها يحيى عمر بل اللي اتنين اندونيسيين عفوا اللي اتنين من طلبة اندونيسيا الاستاذ عبدالغني سندنج ومحمد طاها يحيى عمر اللي اتنين من ابناء اندونيسيا واللي اتنين حصلوا على اجازة القضاء الشرعي اوفدتهم المشيخة للسفر الى الفلبين لنشر الثقافة الاسلامية وقامت وزارة الخارجية ردنا الكرة مرة اخرى الى الخارجية المصرية ادي الاتفاق اللي ابرمناه مع الزعمي الفلبيني استقرنا على البعثة استقرنا على اختيار هذه الاسماء اتفضلوا يا وزارة الخارجية ام الخارجية ردت مرة اخرى على الفلبين بانه نعم اعتمدنا هذه الاتفاقيات قامت وزارة الخارجية بالاتصال بالجهات المختصة في الفلبين لتسهيل مهمة المبعوثين المذكورين يا الجهات الرسمية والخارجية الفلبينية احنا الخارجية المصرية باعتين اتنين أندونسيين ليقوموا بمهمة عندكم والرجاء تسهيل المهمة الدبلوماسية دي لأنه دول جايين باسمنا احنا كبصر طيب ده مرض مؤشر إلى قوة مؤسسة الدولة المصرية حينها وعراقة المؤسسة الدبلوماسية المصرية وطرق اتصالها تقدر تستخرج منها دلالات ملهاش حدود لأنه بيقول لك بعدها الجهات الفلبنية التي رحبت بقدومه فورا وأصدرت التراخيص اللازمة لمزاولة عمل المبعوثين الكريمين وكانت موافقة مجلس الأزهر الأعلى على تعيين الشيخين الجليلين لنشر الثقافة الإسلامية في الفلبين بالضبط في أول ربيع الآخر سنة 1368 هجري الموافق 30 يناير سنة 1949 أنا من بعد ما سافرت هذه البعثة معرفش الأخبار كم سنة أقامت الخارجية استردتهم إمتى رجعوا البلدهم أندونسيا إمتى مرة تاني طويت الصفحات من بين يدي مش قادر أصل إلى معلومات أخرى أرصد فيها بقى الشق المتعلق بقيامهم بالمهمة بس الصنعة اللي تمت دي الحوار الذي جرم بين الخارجية في الفلبين والخارجية المصرية وبين الخارجية في الفلبين والزعم الفلبيني والأزهر وإصدار الموافقات والخرجية المصرية تتصدر والخرجية الفلبينية ترحب ده تحرك رفيع المستوى أنا أريد أن أرصد الصدى والذي ترتب عليه كام سنة أقام هذان المبعثان لم أتمكن من رصد هذا ما زلت أحتاج إلى التواصل مع السفير الفلبيني ومع الخارجية الفلبيني أقول لهم يا جماعة أرجوكم افتحوا لنا خزائن الأرشيف الوطني عندكم هتولنا المكاتبات الرسمية اللي اشتغل بمجبها هذان الشخصين وكم سنة أقاموا بس اللي أنا أريد أن أرصده أنه نسجت خيوط بيننا وبين الفلبين لجأوا إلى مصر ومصر أسعفتهم بالمطلوب وأوفدت مبعوثين رفيع المستوى رتبت لهم الخارجية المصرية إذن مصر ما زالت تقدم البر وتبسط يدها إلى الفلبين الصديقة والشقيقة وتبني هذا الجسر من خلال أبناء الأزهر الشريف الذين هم من سادة الرجال الذين صدقوا إذن تمت الرسالة ووضحت جيدا جدا 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 ويوما عن يوم نفضح أبعادها وهي أيه وإزاي في النص الأزهر متداخل مع مؤسسات الدولة المصرية المختلفة بطبقتها المختلفة وأبعادها المختلفة صحيح إذن غدا إن شاء الله شخصية أخرى وبلد آخر إن شاء الله شخصية أخرى وبلد آخر غدا إن شاء الله